يا رب انظر بعين الرضا لحالي وكن أبالي عند السؤال فإني عبد القلبي ضعيف ولي ظنوب مثل رمالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله ومصلي وسلم وزيد وبرك عليك حبيب الله زيكو حبيبا عاملين ايه وحشتون يا رب تكونوا بخير وقعد ساعات الدنيا بين ايديك وتحت رجليك يا رب انا امل ودي قناتي لو اول مرة تشوفيها ياريت تنزل الشرفيني وتنوريني وتشترك فيها وتنسيش تفعلي زر الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك وايديك الحلوة دي يوم جديد ورتين جديد ونقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا الروتين مش في شقتي هنبدأ ايه الدفتر يا بنات كان اه رابع يوم تعالوا نشوف هنعمل ايه بقى اه عاملين اكل بسيط كده يعني جميل جدا يعني حاجة زي العسل بمعنى اصح اه تحت عند حماتي فقلت بقى لا فرصة اصور لكم عما نزلت لقيتها بنات طبخة اللحمة وكده وانا اللي عملت الصلصة بقى وهنعمل بقية الاكل مع بعض هتشوفوه يعني في الفيديو بس اهم حاجة ما تبخليش عليها باللايك والشير والاشتراك في القناة لاني بجد انا بطعم في الفيديوهات وفي تصورها وفي منتجتها فا اه عاوزة كده لايكات كتير اه انا بشاركو يومي بكل التفاصيل وعالطبيعة والله من غير اي زواق او اي حاجة تعالوا بس نشوف هنعملنا ايه طبعا حماتي كاد عملت لربنا يديها الصحة والعافية يا رب كاد عملت اللحمة اه يعني طبخة اللحمة عما انزلت وكده اه وبتقول لي ساعدك يعني اه كل حاجة يعني ما تعملاش لوحدك هساعدك في في الاكل وكده. فطبخة اللحمة بعدها طبعا انا عملت الصلصة وكمان عملت الماكرونا. الصلصة هاخد منها للكباب. وهاخد منها للماكرونا. طبعا الكباب اه ده بالفريك يا بنات الفريك الدورة الاصفر يعني بازن الله نعمله مع بعض. اه قريب اه خلت تديكو التكات بجد اكلة تحفة جدا وجميلة وبتبقى معظمها لحمة يعني مش حاجة لا. بيبقى لازم يتحطي اه لحمة كتير فيها. كمان هنا كن اه كانت اه عملية للخضرة وكده وانا ايه خدتها اخسلها يعني بنساعد بعض والله ربنا ادها الصحة والعافية وما فيش احسن من المشاركة يا بنات والله ان انت تساعد كده لو حماتك عندك في البيت دعوة الحمى للسماء فاسعديها بجد بتبقى حاجة جميلة اه وبتردلك والله الايام دورة واللي بعمل بعمل لربنا. طبعا ما فيش احسن من انت تعملي الحاجة بنفس راضية. وآآ كده كن نفسيتك مرتاح. جيت هنا بنات. كنت آآ خلصت بقى آآ الخضرة وكده وغسلتها كويس وبعد كده عمل الصلصة خلصت. فحطيت الكباب وكمان هعمل المكارونة. بس جيت اعمل الصلطة الاول معاكم. طبعا ايه لازم طبق الصلطة ده. آآ لازم يتحطي طبعا عالصفرة. معروفة يعني. يعني طبقين كده حلوين. مع ان الحاجة غالية بس يلا. آآ لازم يتاكل. آآ يعني انا عندي اولوم لازم لازم تاكل الصلطة. الحاجة اللي اتعامل لازم تتاكل. وطبعا الاكل معظمنا مش بياكل كتير. لان الحر بدأ مش عارفة آآ انا اول مرة شوف فجأة الدنيا حر اه حررت بطريقة فضيعة. فآآ ربنا يا رب يجيرنا من عذاب جهنم اللهم امين يا رب العالمين. فاقولت لا بنامل الحاجة على قد. وكمان الاكل يا بنات انا بقول لهم اللي يفيدنا كل تاني يوم طبعا ما عادش زمن الرمي ما عادش زمن لو عندك طيور اللي يفيد منك مسلا ويعني ايه وتعمل تقلية او حاجة يعني 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 من التقلية او طبق الطبيقى اللي اه اللي محطوط فقلت آآ يترمى يعني يتحطي الحوان. انما غير كده آآ حرام بجد آآ ان احنا نرمى حاجة في الزمن ده يعني كله يعني كنا زمان نشوف امهاتنا تقول لك لا حرام ما ترميش الاكل. لا احنا دلوقتي اللي عودنا بنحافظ على الاكل. المهم جيت هنا. غسلت الرز كده وعن كنت عملت الصلطة وجبت عودين جرجير كده اعملهم على الصلطة لان بجد الجرجير على الصلطة مفيد جدا يا بنات وبتاع والكمة الغذائية بما اننا ببناكلوش فما بيتاكل مع الصلطة بيبقى حلو. يعني انا واحدة من الناس مش باكل خضرة كتير وكده. فقلت لا لازم اعمله آآ على الصلطة. وبما اننا بنكل الصلطة يعني وكده. المهم جيت هنا عملت الرز برضو غسلته كويس. وعملته آآ ورفعته على النار كده وكانت الحاجة بقيت الاكلة على النار وكده. المهم جيت هنا برضو هاخصل دي الصانية دي. لان هنعمل بقى ايه حق الحلو. هتقول لي الحلو ايه? هنعمل كنافة. آآ جميلة جدا يا بنات والطريقة حلوة. سهلة وبسيطة هنا كانت حاميتي بتقطع لي الكنافة كده عشان اما نجينا اما اعملها يعني بجد والله انا مش هارف اقول لي كده بتسعيدني تقول لي آآ لازم بما انك واف يعني حتى ما اعمل حاجة آآ معاك. ربنا اديها الصحة والعافية ويخلنا كل ام يا رب يا رب يخلي كل ام وكل اب آآ ويفرحنا كده وهم داخلين علينا من من عند النبي اللهم امين يعني هم جايين من زيارة النبي وزيارة الكعبة الشريف اللهم امين يا رب العالمين. طبعا جيت هنا كنت بشوف اللح ما استوت ولا لا. وكنت بحط لها ملحها وبحط بزبك كل حاجة. آآ انا ما بحطش الملح يا بنات في الحاجة. لاني آآ بسيب الحاجة تاخد سواها الاول بعد كده احط الملح. انا متعودة كده يعني من حماتي وكده. المهم جيت هنا برضو وحطت الملح آآ وهنا كنت باغلي آآ باغلي مية عشان كمان هعمل الماكارونة. آآ طبعا كنت هنا سلقت الماكارونة وخلصت. وجيت هنا دا كان عصير فرولة وكنت بعمل في الخلاط وامل خلاط عاملها معايا يعني. كانت ترخيره. الخلاط بتاعها عاملتي اعملها معايا يعني باز وكده. فقلت لا آآ هاسبهم. آآ هابقى اضربهم كمان شوية. يعني هابقى افرموا كمان شوية. بعد ما خلص اللي وراي. جيت هنا كنت مخلصة وكنا هنا آآ كنت حطى الشربات يا بنات بتاع الكنافة. الكنافة طبعا ما بنعملهاش ورا الاكل على طول. يعني مع الاكل على طول لا احنا بنعملها بعد الفطار. آآ كده عما نطلع نصلي ونشوف اللي ورانا وبعد كده انزل آآ اخلص كل الاخلص الباقي. اهم حاجة طبعا الصلاة. آآ استقيموا في الصلاة يا بنات والله ما فيش احسن من كده القرب من ربنا. ما نقضيش اليوم كله في المطبخ عشان نعمل انواع واشكال من الاكل والله يعني باقل حاجة مع معدتك يعني بترضى. الرضى يا بنات اهم حاجة في الدنيا. وكمان ان انت تصلي وتسبحي ربنا دي ما فيش احسن منه. طبعا يا ربنا يشفينا يشفي كل مريض ويعافي يا رب. اللهم اشفي مرضانا ومرضى المسلمين. وارحم موتانا وموتى المسلمين. وارز وكل مشراكة زور رياس صلحة يا رب العالمين. دايما ندعي والدعاء مستجاب. آآ يعني ما تبخلوش على بعض بدعاء يعني ادعي بزهر الغيب. فربنا يرزقنا كلنا ورحم اموتنا وامات المسلمين. وربنا يخلي كل اب وكل ام الله ما امين. ويخليلي اخواتي وبابا وماما ويخلينا كلنا ويخليلي جوزي وحمهولي من كل شر. اللهم امين يا رب العالمين. جيت هنا بقى يا حبيبي غسلت بقى كان ايه? انا طبيعتي وانتو زمانكم عارفين كده ان انا في الشقة وانا بعمل الاكل وكده لازم اخلص اكسب وقت. آآ طبعا دي احلى حاجة ان انت تخلصي كل حاجة اول باول فجيت هنا كنت بخسل الموعين يعني الاطباق اللي انا اعملت في هالحاجة وكده. طبعا يا ست الكل ووزلت معي في الفيديو الحد هنا اتمنى ان انت تشرفين وتنظرين وتستارك في القناة. ولو انت جديدة عارفين ان انت جديدة عشان انزل ارحب بيك كل كتاج على راسي. طبعا هنا كانت حميتي آآ بتحط اللمونة آآ آآ اللمون يعني على الشربات وكده. جيت هنا كنت انا بقلبه وبشوفوتي ايه ولا لأ. آآ قلت لها لأ حلو كده يعني نشيله بقى من على النار نسيبه يبرد براحته. آآ وجيت هنا برضو هنا كنت فرمت العصير. آآ ويه هبتدي بها خلص الوراية. دي الصلاة طبعا كان معاتش عن المغرب حاجة فكت لازم اجهز كل حاجة كده لان بنروح نحطها بره على ايه. آآ الاكل يعني بتعمله بره وكده بتقدمه بره وكده. فقلت ان اجهز كل حاجة كده عشان اخد الاكل واطلع بره. طبعا اتمنى ان انتشار فيني واتنوريني تشتركي في القناة وانتنسيش تفعله زر الجرس من الكل وكمان تضغطي لايك بايديك الحلوة دي. واكتبيي لي كومنت وعرفيني ان انت جديدة عشان انزل اراحب بكم كلكم تاجع على راسي. جيت هنا بقى بنات الخضرة طبعا. خلصتها كده وهو راح اوديها الحماتي والصلاة برضو فرختها في الاطباق الصغير. وهنا برضو العصير بما اني عامل نوعين عصير فحط الكوبايات كتير يعني. عشان ما حتيولي كمية الكوبايات دي وانتو عزمين حد. لا لسا ما عزمي داش حد. بازن الله نعزم الايام الجاية. آآ ونبقى نعمل معاكم. طبعا هنا بقى كنت الاكل كان لازم يبقى سهل. وهنا كنت بقى اللحمة وكده لان في اللي بيحب اللحمة مقلية بنقلهال. واللي بيحبها في قلب الكباب كده في قلب الطبيخ طبق الطبيخ يعني. آآ بنحطها له. فانا كنت قلية بس اللي بيحب المقلية. بما اني انا واحدة من الناس محبش اللحمة مقلية كده. يعني فحبيت اعملها. انا اسفة طبعا لو هتسمعوا اي صوت يا بنات. بما اني عندنا عريس يعني يتجوز في العيد وكده. وبنتم عليه بخير. فآآ الصوت ده جاي من شايته كده. المهمة جيت هنا غرفة الرز. وآآ كده في الحوق ده. هنا كنا كنت بعد الفطار وخلصنا الفطار بقى. معرفتش طبعا اجيب لان الاكل بتحطي وراء. معرفتش تصور طبعا لاني اول ما بقول لي الله اجبر خلاص بقى. المهمة جيت هنا آآ هبتدي بقى اخسل مواعين بعد الفطار. طبعا دي كانت مياه سخنة. كانت حميتي دايما تقول لي احطي مياه سخنة كده. وهتساعدك ايه? آآ في الغسيل على طول. في غسيل مواعين وكده. فابتدي تخسل كده المواعين وخلص اللي وراي عشان اطلع آآ صلاة المغرب وكده. آآ فوق بما اني نسى هنزل تاني. فآآ دي احلى حاجة ان انت تخلصي اخلصت الوراية طبعا ودي طلعت على طول جارية كده. معرفش طبعا لو انت بتاكل مع حمياتك ما ينفعش ان انت السبيلها الدنيا تضرب تقلب بعد الفطار وتطلعي. لدم الزوء ولدم الاحترام طبعا. آآ لازم تخلصي اللي وراكي آآ وتطلعي تشوفي اللي وراكي في شقيتك. وطبعا انا شقيتك بتبقى نضيفة كده معظم الوقت لاني طبعا انا بقومي النوم اخلص آآ اصلي. اقرأ قرآني آآ اقرأ القرآن اسبح ربنا آآ خلصت كده اقوم نازلة بقى على طول شايفة اللي وراية تحت بما ان الشقة بكون رواقاها بعد الفطار قبل الفطار وبعد الفطار. يعني لازم كده آآ الشقة تكون نضيفة تحت. لان دي طبعا استقبالك للناس وكده فآآ احنا ما بيجينا دي طبعا كله بروعة تحت يا بنات مش فوق. ففي شقة اه في الشقة وكده يعني مش في شقة انا يعني عمتا. فآآ بيجو تحت وكده فلازم طبعا تكون نضيفة وتكون كل حاجة ايه تمام. آآ طبعا ما فيش حاجة والله يا بنات بتخصص والله ما فيش حاجة بتخصص اعمل اللي عليك لو انت قاعدة مع عليك آآ مع عائلتك او كده يعني مع حماتك او كده اعمل اللي عليك والله آآ كل حاجة يعني مش عارفة اقول لكم ايه بس كل حاسة لانا عرفته يعني آآ ان ربنا ما بيضيعش تعب حد. ده اللي انا عرفته يعني. ان ربنا مش بيضيع تعب حد والله وبتلاقي ربنا واقف معيك في حاجات كتير فدايما كده آآ تعمل اللي عليك بدان انت قاعدة مع حماتك. ده نصيحة لاي واحدة ما تقولش لا ده بيت عيلة ومش عارفة ايه. والله يا بنات بيت العيلة مش وحش احنا اللي بنوحش احنا اللي بنوحش الحاجة. معلش يعني هو انت ما بترويش شائتك. هو انت ما انا كلمتون من دوله حاب بقولهم لناس كتير يعني. انت ما بترويش شائتك هلا انت بتعودي في شائتك وكون مش نضيفة والله ما بيجي لك تقتين تعودي فيها. بلك بقى ان انت دي وجهتك وفي وشك انت لازم طبعا تكون نضيفة وكون آآ كويسة وكون تمامي يعني بمعنى اصح. آآ دي الوجهة بتاعتك. فدايما نعمل اللي علينا واسيبه اللي على ربنا الاجر والسواب عند ربنا مش عندي العباد. فدايما اعملوا عليكم. دي نصيحة لأي بنت لسه دخل سواء لسه هتتجوز او متجوزة. اعمل عليك وراي ربنا ومش بيضيع تعب حد. جيت هنا آآ كنت خلاصت بقى. عاتي اغير حاجات آآ حاجات معينة وكده. وهبتدي برضو امسح الهتجاز طبعا العيون بتاعت الهتجاز بتاعها ماتي لازم تتنظف. كنت عايزة ننظفها وكده بس قلت لأ المغرب كان يعني المغرب كان ادن وخلصنا الفطار والعيشة كانت كمان هتدن والترويح. لأ فقالت لأيه يوم تاني وكده آآ بعد العزومة لان احنا عندنا بازن العزومة فقالت لسيبي امل بعد العزومة يعني ايه كم يوم كده وبعد كده ايه بننظفين. قلت لأ خلاص ماشي. المهم ايه وهبقى نضفولها تنظيفها حلوة يعني. المهم هنا مساحته كويس طبعا وخلصتوا كده. آآ بالسلكة طبعا يا بنات وبخلولها نضيف يعني بحاول اخلولها نضيف آآ على قد ما قدر والمرية دي آآ يعني بتاعة البتجاز لازم خلها نضيفها برضو. المهم جيت هنا كنت حماتي طبعا ايه كنت طلعت وانزلت بقى خلصت صلاتي فوق وانزلت قلنا ايه هنعمل مع بعض القنافة. جيت هنا برضو كانت سيحة السمنة النباتي روابي يا بتحب الروابي على سمنة بلدي. وهبتدي بقى ايه آآ افرد كده في الصينية. زي ما انتم شايفين كده آآ هفردها كده في الصينية آآ وهبتدي اعمل باديا كده يعني ايه عشان تمسك يعني انا دايما بعملها كده مش عارفة اسمها ايه يعني اسمها تعريبا عشان آآ كل حاجة تبقى مع بعضها وتبقى قطعية واحدة يعني في في القطعية. المهم هنا كانت آآ ده زبيب على جسد الهند على سكر هي بتعملها جد. آآ الحشوة دي هي اللي بتعملها على جسد الهند على سكر. آآ وكمان آآ الزبيب هحطه كمان شوية يا بنات. وده فل سوداني طبعا. هبتدي برضو احط الزبيب. طبعا حشوة سهلة وبسيطة طب هتقول لي ايه يا ليه ما خلطتش ما خلطتش الكنافة في السامنة. هي بتعملها بالطريقة دي. يعني معلماني بالطريقة دي وبتبقى حلوة والله سواء كده او كده هي بتطلع بسم الله ما شاء الله آآ الحاجة بقول الله يا ما بعملها وانا معاها بتبقى كويسة والله يا بنات. آآ انا دايما متعلمة منها كتير والحمد لله. يعني آآ ربنا يدي الصحة والعافية ويدي الممط الصحة والعافية يا رب. آآ دايما كده. المهم جيت هنا برضو خلصت بقى دي الحشوة التانية يعني الدور التانية او تقريبا. وهبتدي برضو اعمل نفس العاملة دي. طبعا العاملة دي هتقول ليه كده? طب ما تعمل بصانية ما كانش والله في صانية يا بنات. فقلت لأ ايدي اضمن وكده وهبتدي ايه? اسويها ببعضها عشان تبقى في القطعية قطعية واحدة وبفعلا طلعت طلعت زي العسل بمعنى صح يعني طلعت كل وشكر فيها وكانت جميلة جدا. هنبتدي بقى ايه? ارش السمنة. آآ حماية هتبتدي ترش السمنة كده. طبعا لو في هز في الفيديو آآ ما علش يعني لو في بتاعها بتروح وتيجي لان هي كانت بتصورني في الاول فالموبايل مكادش عارفة تمسك الموبايل وكده آآ كان بيروح ويجي معاه. المهم هنا انا مسكت الموبايل وهي بقى ايه عملت? آآ لان الستاند كنت طلعته. جيت هنا برضو حطت السمنة بقى كلها كده. وابتدت بقى هنا بقى ايه? تسوي للحواف بتاعتها. بتاعت النافة وكده. طبعا هنا كانت الفرن سخنناه من فوق ومن تحت وابتدينا نطلق نحطها على بعد الرف يا بنات اللي في النص كده. عشان ايه? الحرارة كانت عالية وكده. المهم هنا هو كنت باورها لكم كنا بنشوفها من تحت احمرات ولا لا يا كانت احمرات من فوق وكده كنت بقربها لكم. وهنبتدي بقى كده كانت استوت وهنبتدي نخرجها بقى ونسقيها الشربات الحلوة بتاعها. طبعا الشربات كان برد وكده. والله كانت زي العسل يا بنات وكانت تستاهل بقكم بجد آآ الحاجة الحلوة جميلة. بس دايما ما تعملاش آآ قبل الفطار. عشان تاكلها بعض الفطار على طول لا احنا استنينا بقى كده. وكاننا على الساعة تقريبا كانت تسعة عشرة كده او حاجة او تسعة يعني في الحدود دي ويا من الحاجة ما بتاخدش وقت يعني. هنا بقى كنا خلصنا وكد خلصت كل ريبة وادريكم. والى اللقاء في الفيديو جديد والسلام عليكم ورحمة ورحمة ورحمة.